عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية أوضح المتحدث باسم رئاسة الممهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاقتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاقتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها كما تناول الاجتماع جهود المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية واستكمال المشروع القومي للصوامة لتأمين مغزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري كما وجه سيادته بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طن للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة